خلينا نروح دلوقتي زي ما احنا متعودين مقر جريدة البوابة نيوز ومرسلتنا العزيزة ماريوم سميح هنتابع ما هم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع المختلفة ماريوم بونجور صباح الفل عليكي كل سنة طيبة طبعا المرة تانية وخلينا نسمع منك كده آخر الأخبار عندك والمنشطات الهمة تفضلي بصبح عليك يا نهواندو بصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد وجولة صحفية جديدة من داخل مقر بوابة نيوز ولكن خليني في الأول أقولك كل سنة وانت طيبة وكل طبعا مشاهدنا طيبين وبخير دايما وعايز أقولك أن أنا افتقدت جدا وأكيد افتقدت كريم وكل جمهور عشر الصبح في الأهلي وان شاء الله نفضل مكملين معاكم على طول خلينا نبدأ أولى منشطاتنا النهاردة من موقع البوابة سبورت محمود جابر يعلن قائمة منتخب الفرعان الكأس العرب تحت عشرين عاما علم محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب عن قائمة الفرعان الصغار والمقرر لهم أن هم يشاركوا فيه بطولة كأس العرب تحت عشرين عام واللي هتنطلق خلال الفترة المقبلة وتحديدا في الفترة من عشرين يوليو الجاري وحتى خمسة أغسطس المقبل وطبعا هاتقام في مدينة أبها طبعا يعني يمكن أعلن محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب عن القائمة التي ستشارك فيه هذه البطولة وجاءت كالتالي في حراسة المرمى أحمد نادر السيد كريم أحمد نبيل ومحمد عيد الأمين وفي خط الدفاع عمر فايد وعبد الرحمن رجدان عبد الرحمن جودة أحمد رفاعي إيادة العسقلاني ومؤمن محمود ومحمود بسيوني ورقفة خليل أما بالنسبة طبعا لقائمة خط الوسط فتضم خالد عوض محمد حمدي أحمد عبد الرحيم ماجد هاني طارق علاء أحمد رشدي عبد اللطيف أبو قورة وعمر الساعي وأخيرا فيه خط الهجوم بتضم القائمة يوسف حسن أحمد نادر حواش ومحمود أحمد مرسي وصلاح باشا من بوابة الأهرام عمر صلاح إلغاء دخول حملي بطاقات اتحاد اليد في نهائي بطولة إفريقيا مصر 2022 أعلن طبعا أو كشف عمر صلاح مدير صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد عن إلغاء قرار دخول حملي الاتحاد المصري للعبة في اليوم الختامي وطبعا اليوم الختامي هيكون النهاردة طبعا البطولة زي ما احنا شاهدنا خلال الفترة الماضية التي أقيمت في الفترة ما بين أو بدأت في يوم 11 يوليو الجاري وهتنتهي النهاردة يوم 18 يوليو الحقيقة أننا شفناها على أعلى مستوى واستضافتها مصر طبعا على أعلى مستوى طبعا ده أكيد إضافة للبطولات العالمية التي تقام على أرض مصر طبعا شفناها بتقام على مجمع صلاح حسن مصطفى بمدينة 6 من أكتوبر عمر صلاح الحقيقة مدير الصندوق كشف عن فكرة إلغاء النهاردة عن أن يكون في دخول لحملي بطاقات الاتحاد المصري للعبة ده طبعا في اليوم الختامي وأيضا في المباراة النهائية التي تقام النهاردة والمباراتين سواء مباراة تحديد المركز الثالث والرابع وأيضا مباراة تحديد المركز الخامس أو المركزين الخامس والسادس في البطولة وكمان يمكن أكد عمر صلاح أو قال أن التعليمات الأمنية نصت على الالتزام الشديد بالأعداد المحددة للمدرجات في هذه المباراة التي أنا طبعا ذكرتها يمكن حاليا وأكيد كمان قال أن مشيرا أن سيكون الدخول من خلال التسجيل وكمان يمكن حجز التذاكر من خلال شركة تذكرتي وهي دي الطرق الوحيدة التي سيكون دخول الجمهور من خلالها طبعا النهاردة بيلتقي منتخب مصر مع الرأس الأخضر في تمام الساعة التسعة مساء ده طبعا في المباراة النهائية بيسبق هذه المباراة أو مباراة مصر مع الرأس الأخضر أكيد طبعا مباراة غينيا والجزائر ده لتحديد المركزين الخامس والسادس وهتقام هذه المباراة وهتضاع في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا وستقام المباراة لتحديد المركزين التالت والرابع في تمام الساعة السادسة والنصف مساء والذي دي هتكون ما بين تونس و المغرب من موقع اليوم مستبع الحقيقة أن منشط أكيد عن هانا جودة نجمتنا نجمت طبعا النادي الأهلي ومنتخب مصر دايما لا تفشل هانا جودة نهاية بترفع رأسنا ورأس الجماهير المصرية كلهم وأكيد طبعا رأس جمهور النادي الأهلي تحديدا العنوان التالت النهاردة معانا من اليوم السابع هانا جودة تخوض منافسات بطولة WTT Summer لتنس الطولة وتخوض طبعا هانا جودة لعبة النادي الأهلي ومنتخب مصر لتنس الطولة اليوم منافسات بطولة WTT Summer أو World Table Tennis لتنس الطولة واللي بتستمر حتى يوم 23 من شهر يوليو الجاري وتعد هانا جودة أصغر لعبة بتشارك في هذه البطولة وعلشان كده طبعا القائمين على البطولة أو بطولة WTT Summer الحقيقة أن هم قرروا أن يضعوا صورة هانا جودة على البوستر الخاص بالبطولة هذا طبعا لأن هم شايفين أن ده إنجاز كبير جدا أن تشارك لعبة في هذا السن في هذه البطولة طبعا الكبيرة وعلشان كده لجأوا أن هم يضعوا صورتها على بوستر البطولة وأكيد طبعا زي ما احنا عارفين أن عمر عصر شارك في بطولة WTT Star وغادر يمكن من دور الستاشر ولكن على الرغم من مغادرة عمر عصر أنه الحقيقة قدر أنه يؤدي أداء بطولي في الدور الاربعة وستين وأيضا الدور الاثنين وتلاتين والحقيقة أنه هو يمكن غادر في الدور الستاشر بعد الهديمة أمام لاعب كوريا ليم كونج هون بنتيجة تلاتة صفر عمر عصر طبعا زي ما احنا قلنا تأهل لدور الستاشر بعد الفوز في الدور الاثنين وتلاتين من منافسات البطولة على اللاعب الياباني توما كان والمصنف السابع على العالم والأول على اليابان بنتيجة تلاتة اتنين وتغلب من قبله على الياباني طبعا تجامي المصنف على العالم بنتيجة تلاتة واحد في الدور الاربعة وستين أخيرا من موقع كورا الحياة أن أغلب يعني عنوانا النهاردة بتتكلم عن البطلات المصريات وإزاي هم قادرين أن هم يحققوا نجاحات في مجالهن الرياضي طبعا والعنوان الأخير معنا النهاردة من موقع كورا المصرية جانا الألفي ثلاثة هدفات منذية للسلة للنشيئات نجحت طبعا جانا الألفي قائدة منتخب مصر للنشيئات في التواجد ضمن هدفات بطولة كأس العالم تحت 17 سنة وقيمت بالمجر وانتهت طبعا فعلياتها وفعليات هذه البطولة أمس الأحد تمكنت جانا من تسجيل 115 نقطة من خلال سبع مباريات شاركت من خلالهم مع منتخب مصر والحقيقة أن هي كمان قدرت أن هي تخلي منتخب مصر يحتل المركز الحادي عشر في المونديال ويمكن هي سهمت بشكل كبير جدا في احتلال هذا المركز لمنتخب مصر بعد الفوص طبعا على نيوزيلندا بنتيجة 69 سبعة وأربعين واحتلت جانا بذلك المركز الثالث في هدفات طبعا يعني يمكن منذيال السلة للناشئات ده طبعا خلف دومينيك مالونجا لعبة منتخب فرنسا متصدرت قائمة الهدفات طبعا يعني دومينيك يمكن تصدرت قائمة الهدفات ب126 نقطة وصاحبة المركز الثاني الألمانية أنيكا سولتاو واللي سجلت 122 نقطة وطبعا في المركز الثالث كانت جانا الألفي بـ 115 نقطة يذكر طبعا أن منتخب الولايات المتحدة الأمريكية توج بلقب البطولة طبعا بعد الفوز على إسبانيا بنتيجة 84.62 واحتل منتخب فرنسا المركز الثالث على حساب كندا محققا الفوز بنتيجة 84.82 دي طبعا كانت جولتنا الصحفية النهاردة اليوم الاثنين من داخل مقار البوابة نيوز بشكرك جدا أنها واند الكلمة ليكي مرة تانية أنا اللي بشكرك بس قبل ما أسيبك يا ماريم برضو لو تقدر يتدينا كده يعني سريعا بعض المعلومات عن الحلقة المرورية مبارح كانت معانا نورهان تامان زمنتنا العزيزة طبعا وقالت لنا أن في تكدسات شديدة جدا طبعا عشان كانت نهاية أجازة العيد والناس كلها كانت راجعة من الصفر فهل النهاردة برضو فيه تكدسات بنفس الشكل ولا فيه سيولة لحد ما عامل أحسابي الحقيقة أنا هوانده طبعا ولكن عكس العادة النهاردة الحقيقة فيه سيولة مرورية كبيرة جدا الحقيقة فيه الطرق وأنا كنت متخيل عكس ده تماما ولكن الحقيقة أن الطرق الرئيسية كانت يعني بها سيولة مرورية كبيرة جدا ده والله يعني فعلا مش كلام ولكن الحقيقة أن قدر أكيد يعني تم السيطرة على الوضع اللي كان موجود مبارح لأن الحقيقة طبعا مبارح كان بيشهد عودة جميع الموظفين لأعمالهم وكمان كان أول يوم عمل بالنسبة لعدد كبير جدا من المؤسسات ولكن النهاردة عكس يعني أمس وعكس العادة الحقيقة النهاردة كان فيه سيولة مرورية كبيرة جدا فيه الطرق المؤدية يعني لوسط المدينة بشكل كبير جدا رائع جدا الحمد لله الزحمة بتبقى صعبة شكورت جدا جدا زملتنا العزيزة مريم ساميح شكورت جدا